البداية مع أحمد عبد الرازق من حدائق أكتوبر أحمد إليك وضعنا في الصورة لديك تحياتي لك إنجي بالفعل نحن هنا اليوم لأننا نحتفي بتكريم مصر من الأمم المتحدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التي أعلنت رسميا بفوزها بجائزة هذا العام الخاصة بالمستوطنات البشرية أو العمران المستدام ولم يأتي الحصول على هذه الجائزة إلا بعد الجهود الحثيثة والدقوبة التي قامت بها مصر في السنوات القليلة الماضية من إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة والجوهرية في الموضوع هو إنشاء سكن ليس فقط مناسبا بحد تعبير البيان الأممي ولكنه سكنا كريما بحسب المفهوم المصري وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان رسمي أمس الأحد عن أن الدولة المصرية قد نفذت في عام 2019-2020 حوالي 1194 ألف وحدة سكنية باستثمارات تصل لـ 76 مليار وإن كان عام 2018-2019 قد تم تنفيذ 281 ألف وحدة سكنية باستثمارات 97 مليار فإنهم من المتوقع أن يكون عام 2021 هو الأكثر من حيث معدلات التنفيذ لقرب انتهاء المدن السكنية الجديدة أو المجتمعات السكنية الجديدة الممثلة في مدن الجيل الرابع وبالفعل هذا هو ما تقوم به الدولة المصرية وهذا ما استحقت عليه نيل هذه الجائزة نقف هنا في أحد هذه المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية هذه مدينة حدائق أكتوبر وهنا سكن بديل السكن البديل ربما معروف شعبيا باسم سكن العجوز ولكننا نفضل السكن البديل لأهلين وأحبابنا من كبار السن من أبائنا وأمهاتنا أنشأت هذه المدينة خصيصا لهذه الفئة وبالفعل هذا ما تقوم به الدولة المصرية تقوم بالعديد من الإجراءات لكل الفئات المختلفة في المجتمع المصري أهلين في العشوائيات والمناطق الأمينة تقوم الدولة بعمل أو تنفيذ سكن بديل لهم في مناطق عديدة أو مدن جديدة مثل المحروصة وأهلين ومعا وغيرها وعلى نفس الغرار ذلك هذه المدينة التي نقف فيها وهي سكن العجوزة أو سكن السكن البديل في حدائق أكتوبر التي أنشأت خصيصا لتكون سكنا بديلا لأهلين من الأباء والأمهات من كبار السن وبالفعل هذا ما تقوم به الدولة المصرية هو توفير حياة كريمة لمواطنيها بكل فئات المجتمع لذا نهنئ هيئة المجتمعات العمرانية بهذه الجائزة ونهنئ مصر أيضا بهذا التكريم المستحق يعني هذا هو ما رصدناه هنا وأعود إليك مرة أخرى إن جاء طيب الزميل أحمد عبد الرازق شكرا لك ترجمة نانسي قنقر